وللمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بنرحب بحضرتك يا فندم تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السيدة المشاهدة يعني وسلام معي خلينا في البداية طبعا إحنا استعرضنا وعلى مدار اليوم المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الوزراء بعد حلف اليمين للحكومة وخلينا نبدأ مع حضرتك في فكرة توضيح رئيس الوزراء مثلا في أهم النقاط أو توجيهات السيد الرئيس وتبقى لذلك تم مثلا تشكيل الحكومة المجموعة الاقتصادية هي مجموعة أهمة لكن بناء الإنسان ويتمتع بذلك أو يعني تم تكليف نائب لرئيس الوزراء خاص به بناء الإنسان أو التنمية البشرية وأيضا التنمية الصناعية ونائب لرئيس الوزراء بهذا الموضوع كيف تجد أهمية ذلك الموضوع ويندرج بالتأكيد تحته العديد من النقاط الأخرى يمكن ما شهدنا اليوم خلال مؤتمر الصحفي بيؤكد أن هناك إرادة من الحكومة الجديدة للتنفيذ العاجل لتوجهات القيادة السياسية المصرية ونحن هنا نتحدث عن عدد من التوجهات حملها خطاب أو يعني البيان الذي من خلاله تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي لتكوين هذه الحكومة أو حتى خلال الاجتماع الذي كان بالأمس ما بين سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأفراد الحكومة الجدد وأيضا حتى المحافظين كان هناك توجهات رئاسية في الحقيقة بتتنوع ما بين في البداية وفي صدارة هذه التوجهات ما يتعلق بمحددات الأمن القومي واهتمام القادة السياسية المصرية بهذا الأمر وأن يأتي في صدارة التوجهات الرئاسية في هذا الأمر منطق للغاية في ظل إقليم مضطرب وفي ظل أن الدولة المصرية الآن يعني معظم التحديات التي تواجهت داخل المصري هي نتاج التدعيات الخاصة بما يحدث في الإقليم وما يحدث في العالم من أزمات اقتصادية أو حتى أزمات أمنية تؤثر على الاقتصاد العالمي وبالتالي نحن نتحدث عن محددات الأمن القومي المصري يجب الحفاظ عليها وهنا نجد أيضا أن القادة السياسية المصرية تحدثت عن أولوية أخرى وهي بناء الإنسان ويمكن دكتور مصطفى مجبولي أيضا اليوم تحدث عن هذا الأمر باستفادة ووجود أيضا نائب لرئيس الوزراء مقتص بهذا الأمر هذه نقلة نوعية في إدارة هذا الملف ويأكد أن الدولة المصرية أيضا بتنزل لفكرة بناء الإنسان وحقوق الإنسان نظرة مختلفة تلبي تطلعات المواطن المصري وتحقق رغباته وأمنياته وأحلامه أيضا على أرض الواقع ويمكن بالتحديد حينما تحدث السيد الرئيس في توجهاته عن ملف بناء الإنسان هو حدث أيضا عدة نقاط أولا ما يتعلق بالتعليم والصحة والوعي هذه المحاور الثلاثة في الحقيقة هي محاور مهمة للغاية سواء بما يتعلق طبعا بكل ما يشغل بالأسرة المصرية سواء التعليم والصحة هذه أمور بتهم كل الأسرة المصرية لا أحد يستطيع أن يغفر أن هذه النقاط في غاية الأهمية والدولة المصرية لديها استراتيجية عمل سواء في مشروع الثلاثة الصحة الشامل أو مبادرات الرئاسية فيما يتعلق بالصحة أو حتى في مجالات التعليم وتطوير التعليم إذن أيضا السيد الرئيس بيوجه الحكومة للإستمرار في هذا الأمر أيضا توجهات أخرى كانت لها علاقة بأمر بلغا أهمية وفي الحقيقة أنه انطبع أيضا على تشكيل الحكومة يعني حينما نتحدث عن التوجيه الخاص بجهود أو مواصلة جهود المشاركة السياسية وجدنا على الفور أن إحدى الوزارات الآن أصبح ضمن مسماها ما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية إذن هذا أيضا انطبع داخل الحقائب الوزارية على الفور وده أمر أيضا الدولة المصرية خلط فيه جهود كبيرة جدا سواء من خلال تعزيز الحياة الحزبية وتطويرها أو من خلال طبعا الحوار الوطني أو من خلال أيضا مجهود كينات شبابية أو طبعا تنسخيط شباب الأحزاب والسياسين أو الكثير من مسارات العمل السياسية التي دعمتها وفرت لها الدولة المناخ المناسب للعمل والتطور أيضا ما يتعلق بتوجيه أيضا في غاية الأهمية وهو له علاقة باستمرار جهود ترسيخ الأمن والاستقرار وأيضا مكافحة التطرف والإرهاب ودكتور مصطفى مدبولي أيضا اليوم تحدث عن هذا الأمر يمكننا البعض ممكن أن يقول أننا قضاينا على الإرهاب وليست هناك مخاطر من الإرهاب ولكن اليقظة أن تكون الدولة المصرية دائما على يقظة ومستعدة لأي من الطيارات المتطرفة أو مسارات الفكر المتطرف وانسيابها إلى الداخل المصري هذا أمر مهم للغاية أستاذ جمال أنا بعتذر عن المقاطع لكن لدينا خبر عاجل ننوه بهذا الخبر العاجل استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد تبيبة الذي قدم لمدبولي التهنئة وتسليمه لتسليمه رئيسا للوزراء وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المدمجة بين البلدين وتم الاتفاق أيضا على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتين النفط والغاز والبترول بالبلدين إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية ومشاهدين الكرام نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل حيث استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء الليبية عبد الحميد البيبة الذي قدم لمدبولي التهنئة لتسليمه رئاسة الوزراء مرة أخرى وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين وتم الاتفاق أيضا على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتين النفط والغاز والبترول بالبلدين إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية إذن المشاهدين الكرام استقبل رئيس الوزراء الدكتور منصف مدبولي بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي قدم لمدبولي التهنئة لرئاسة الوزراء مرة أخرى وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين كما تم الاتفاق أيضا على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتين النفط والغاز والبترول بالبلدين إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ مشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية وبالعودة مرة أخرى للأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بنرحب بحاجة مرة تانية وأظن هذا الخبر العاجل أيضا تكليلا لسرعة التحركات للحكومة المصرية سواء بالتعاون مع الجهات المختلفة أو التوجيهات التي كنا نتحدث عنها مع حضرتك بالتأكيد يعني من الواضح أن الحكومة الجديدة لديها نمط عمل جديد ولديها أيضا سياسات لتنفيذ الاستراتيجات العامة للدولة بشكل جديد وهذا ما طلب به السيد الرئيس عبدالفتحسيسي أيضا وهذا ما هو مطلوب من هذه الحكومة حتى على المستوى الشعبي أن يكون هناك سياسات في إدارة الملفات بشكل غير تقليدي وبشكل غير نمطي وهذه الحكومة تمتلك بالمناسبة الإمكانيات والقدرات والخبرات يمكن من الملاحظ النصفات في معدل الأعمار داخل الحكومة انضمام الكثير من الشباب في ما يتعلق طبعا بنواب الوزراء أو حتى المحافظين ما يتعلق بتمكين المرأة إذن تمتلك سواء القدرات والخبرات البشرية أو حتى المعدلات العمرية التي تمكن هذه الحكومة من أن يكون لديها دينماكية عمل مختلفة وتتواكب مع طبيعة التحديات التي نواجهها يعني نحن نواجه الآن في الدولة المصرية تحديات غير تقليدية نتاج المتغيرات الدولية ومن ثم أعتقد أن هذه الحكومة تمتلك الكثير من فرص النجاح خاصة وهذا الأمر أيضا كان مطروحا بالأمس في الاجتماع ما بين سيد رئيس والمجموعة الوزرية سجلت أن بالفعل تم تنفيذ خلال العشر سنوات الماضية مكتسبات مهمة للغاية وبالتالي الارتكاز على هذه المكتسبات وعلى ما يتحقق من تنمية وبنية تحتية ومشروعات قومية واستثمار هذه الثمار التنموية فيما يتعلق بأيضا يعني محاولة أو إيجاد هذه الاستثمارات لبجابات هذه التحديات يعني حينما نتحدث عن حصيلة كبيرة جدا من البنية التحتية الآن والبنية التنموية التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية فالحكومة الآن لن تبدأ من الصفر ولكنها ترتكز على هذه البنية التحتية وعلى البنية التنموية يعني إدارة الحكومة من الأساس من العاصمة الإدارية هذا منجل في حد ذاته وهذا يختصر المسافات فيما يتعلق بالحكومة الجديدة وبالتالي يماهد للحكومة فرص نجاح أكثر وبالتالي أنا أعتقد ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية أيضا يماهد الطريق للمزيد من النجاحات أستاذ جمال أنا عايز أسأل على نقطة همة لأنه نحن نتحدث عن ذلك أيضا يعني تطلع الحكومة من خلال كلمة رئيس الوزراء لأنه ذكر بشكل واضح فكرة مثلا أنه تم الاختيار تبقى لكفاءات معينة وتم لقاءات مختلفة وذكر في نهاية الموضوع ده يمكن في المؤتمر أنه لن ينتظر طويلا على أي ملف من الملفات وهو يعني هو ليس تحذير لكنه طمأن للمواطن أنه مطلوب من الوزير الجديد هو سرعة الاستجابة لمتطلبات كثيرة مثلا في التحديات الخاصة بضبط الأسواق بالأسعار بالعملة توفير العملة الأجنبية الصناعة يعني أشياء كثيرة هي تحديات وذكر أنه لن ينتظر طويلا حتى يتحقق ذلك للمواطن يعني بالتأكيد هناك ملفات عاجلة بالفعل يعني حديث دكتور مصطفى مدبولي اليوم هو مطمئن للشارع المصري لأن هناك ملفات عاجلة لا يمكن الانتظار عليها سواء فيما يتعلق طبعا بارتفاع الأسعار وقف التضخم يتعلق أيضا بالرقابة على الأسواق يعني هناك بعض الملفات التي هي يعني بتتماس مع المواطن بشكل يومي وبشكل لحظي ربما وبالتالي المواطن يريد أن يستشعر تغير حقيقي من خلال هذه الملفات نعم هناك ملفات كبيرة وملفات لا علاقة يعني زي ما كنا نتحدث ما يتعلق بالوعي والسياسات والأمن القوم المصري وغيرها من ملفات لا تقل أهمية بل هي ربما تكون مهمة للغاية ولكن أيضا المواطن يريد أن يستشعر تغيرا إيجابيا فيما يتعلق بأداء الحكومة خاصة على صعيد ضبط الأسعار وخفض معدلة التضخم والرقابة على الأسواق هذه محاور ثلاثة تهم الشرع المصري الآن وأيضا طبعا ما يتعلق بيئة الكهرباء ويمكن الآن هناك عمل جاد من الحكومة سواء فيما يتعلق بيئة السياسات الخاصة بيئة الترشيد أو ما يتعلق طبعا بوجود شحنات من مواد الطاقة لأيضا تقليل ما يحدث من انقطاع لئة الكهرباء والوصول إلى معدلات طبعية وبالتالي أنا أعتقد أن هذه ملفات عجلة أيضا ملفات الاقتصادية في الحقيقة هي كلها ملفات عجلة يعني حينما أيضا تحدث أساد رئيس الوزراء اليوم عن الاستثمار وعن تعديل الصادرات ومصر لديها حلم المئة مليار دولار صادرات وغيرها من أيضا أحلام مصرية في هذا الإطار سواء فيما يتعلق بجذب الاستثمار الخارجي أو حتى ما يتعلق بتنمية القطاع الخاص في الدخل المصري كلها طموحات مشروعة وأيضا طموحات الآن الحقائب الاقتصادية بعد أن أصبحت الآن أو بيتولاها الآن وجوه جديدة وأيضا لديهم سياسات جديدة وأيضا هناك دمج في الوزراء الاقتصادية بما يسهل أليات العمل في هذه الوزراءات أصبح أيضا من المطالب من هذه الوزراءات أن تنفذ مخرجات على أرض الواقع تنبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة التي بالتأكيد تحتاج إلى عمل اقتصادي كبير للغاية ويمكن أعود مجددا لتوجيه الكهد السياسية المصرية في خطاب التكليف لدكتور مصطفى مجبولي سيد رئيس تحدث عن تطوير شامل في الاقتصاد المصري إذا نحن نتحدث عن توجيه من الكهد السياسية المصرية ورغبة من هذه الحكومة وترقب من الشارع المصري لحراك هذه الحكومة نحو تنفيذ هذا الأمر لأن بالفعل الاقتصاد المصري خطأ خطوات جيدة للغاية وصمد صمودا كبيرا خلال المراحل الصعبة الماضية وحتى الآن يستطيع الصمود بل إن حتى توافض الاستثمارات الأجنبية على الداخل المصري بيؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود وهذاك ثقة في المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وهذه نقطة مهمة ولكن أيضا نريد المزيد نريد أن نجد أيضا أليات عمل وأدوات عمل ومشروعات الكثير من الأمور التي أيضا تساهم في تخفيض الاعتماد على العملة الأجنبية وتوطين الصناعة وتوطين أيضا بعض الصراعات المهمة والصناعات التي تخدم على الداخل المصري وبالتالي أنا أعتقد أن ملف الاقتصادي مهم للغاية وحديث الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أنه لن ينتظر أعتقد أنه هو حديثا موفق للغاية لأن حديثا يتماشى ورغبات المواطن المصري الذي ينتظر الكثير ويعلق الأمال والأحلام على هذه الحكومة أنا بشكر أحيك على هذا التحليل وفي وجودك معنا الأتاز جمال رائف الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك شكرا